هنا في ساحة التحرير وسط بغداد كما في باقي ساحات ثورة تشرين تصرخ إرادة الشعب الحر وتطالب باسترجاع وطن فقد هويته منذ أكثر من 16 عاما حيث يواصل المتظاهرون رفضهم أي مرشح تقدمه الطبقة السياسية الحاكمة وأحزابها لتولي منصب رئيس الوزراء أريد إنسان مستقل وطني يخدم بلده إذا هم رشحوا الشخصية اللي يردوها يعني ما سوينه شي يرجع الفساد نفسه والمحاصصة نفسه فهي شلة فازدة هل من المعقول أنه الشلة الفازدة طلع لك شخص نزيه شخص صالح هذه فقرة كوننا احنا من ساحات الاعتصامات كالشباب ثورة احنا كلنا مؤيدين أنه من يستحق قيادة هذه البلد هم شباب الثورة المنتفضون الذين تستمد إرادتهم وقودها من دماء شهداء الثورة شددوا على تمسكهم بمطالبهم المشروعة لسيما تغيير النظام بالكامل على الرغم من القمع الميليشياوي والحكومي المستمر ضدهم بأساليب متعددة هواي محاطق تيال هذا الشيء ما يوقفني كافي الشهداء اللي راحت احنا مستمرين على دمهم مو شرط انه يتغير رئيس وزراء لا احنا مو هذا ما طلبنا ما طلبنا تغيير نظام كامل اي واحد اجه ساحة التحرير بأيام الرصاص الحي بأيام الضرب الدخانات الكثيف هو كان مشروع وما دام واجهنا الرصاص الحي بذيك الفترة فاحنا ما راح يرجعنا انه موضوع اختيال او موضوع طعن بالسكين او موضوع خطف اذا انه كلهن ما يرجعنا ناس طلعت بوعي ناس طلعت تعرف انه دمها كل شرخيص مقابل العالم العراقي طلعنا حتى نرجع شي اسمه وطن استرجاع الوطن وطرد الأحزاب الفاسدة من المشهد بل محاكمة قادرة من قبل الشعب المنتفض هو الهدف الاسمى لهذه الثورة التي قارب شهرها الثالث على الانتهاء ولن يتم ذلك الا باستمرارها لا يمكن ولا في لحظة واحدة اي متظاهر اي انسان عراقي حر ان يفكر بالتراجع لانه مفصل تاريخي اما الانتقال بالعراق الى مرحلة والاستفاف مع الكبار وانتزاء حريته وبناء الدولة والسيادة العراقية والقرار العراقي واما الاستبداد لخمسين ستين سنة قادر اذا وعي المنتفضين الرافض للوجوه السياسية الحالية بجميع اطيافها لا تنطني عليه محاولات اعادة تدوير الاسماء ذاتها وان اختلفت حروفها وعي يدل على زمن جديد مقبل على انعطافة قادمة لا محالة ستنكسر فيه قيود الجلاد امام صلابة ارادة شعب